هنأ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زاكي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى العشرة لثورة الثلاثين من يونيو وأكد وزير الدفاع أن ثورة الثلاثين من يونيو شكلت نقطة التحول في التاريخ الحضري للأمة المصرية كما أنها أكدت قدسية العلاقة بين الشعب والقوات المسلحة التي لم ولن تحيد عن تأييده والانحياز لإرادته ومواصلة دورها الأصيل في حماية أركان الدولة المصرية جيلا بعد جيلا وشدد على أن رجال القوات المسلحة بهذه المناسبة الوطنية يجددون العهد على مواصلة دورهم في الحفاظ على مقدسات الوطن ومقدراته ماضين خلف القيادة بكل الكفاءة والاستعداد لتنفيذ ما يكلفون به من مهام لبلوغ ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم من آمال وتطلعات لبناء الدولة القوية الحديثة وتحقيق أهدافها الوطنية كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر ببرقية تهنئة الرئيس السيسي بهذه المناسبة الوطنية